كل الأحوال بنعرض الرأي والرأي الأخر في البعض بيقول أن إحنا داخلين على مرحلة ركود ما صحة هذا الكلام أو يعني ما صحة هذا الرأي حاولي حضرتك الاتجاه العالمي في بواد الركود واضحة وخلينا أقول لحضرتك أن دول العالم دلوقتي بتتقسم لثلاث أنواع في التأسيب ده النوع الأولاني النوع اللي بيشتغل بس على تصدير المواد الخام سواء كانت نفط سواء كانت معادن أحشاب النوع ده من الدول ده ده مش هيتقصر بس ده هيتقصر بشدة جدا الأصعار بتنزل تماما وكله بقى شايف ده التقلبات بقيت كبيرة لو المصنع اللي كان بيستورب من حضرتك مثلا كل أسبوع مئة ألف طن من المنتج النهار ده حيستورب من حضرتك عشرين وثلاثين ألف بس فببساطة لسه في حالة تزابز اتنين الدول اللي كانت بتعتمد بشكل رئيسي جدا على التصدير بس زي الصين وزي فيتنام وزي باكستان وزي بانجلاديش هكون عندها تأثيرات لأن حركة التجارة العالمية هتبدأ تنخفض بشكل كبير وحتبدأ السياسات الحماية اللي زي اللي أمريكا بتقوم بيها دلوقتي تتخذ إجراءات كتيرة عشان تقلل من العجز في الميزان التجاري يعني حجم الصدرات والواردات يبقى متوازن ما يبقاش فيه واردات كبيرة قوي وصدرات قليلة جدا فده حيبدأ يؤثر كتير النوع التالي بقح وده النوع اللي لغاية اللحظة دي فيه ناس كتير قوي بتفكر فيه وبتشوف هو بيحصل فيه زي أوروبا مع خروج بريطانيا والمشاكل اللي حتتلطب عليها الوضع الاقتصادي حيكون أكثر سوءا من دلوقتي في سبع دول في مجموعة العشرين بنتكلم النهاردة على أنها في دور انخفاض أو ركود اقتصادي ألمانيا ربعين واربعض فيها تراجع اليابان مكسيك الأرجنتين فيها انهيار اقتصادي تركيا اندونيسيا ماليزيا عشرات الدول اللي أدعو الحركة من هنا غير بكرة الصين كلها فيها ركود اقتصادي قوي حتى الولايات المتحدة بعض المؤشرات دلوقتي بقت مؤشرات سلبية زي على سبيل المثال مؤشر العقارات وبعض المؤشرات الشبيهة بي عشان كده دول قليلة اللي بدأت تشتغل على ثلاث حاجات ودي كان من ضمنها مصر اصلاح قوي في الفترة زمنياء سيار اتنين أخلي عندي محركات النمو الاقتصادي كتيرة عشان ما تتأثرش ببرة فانا عندي استلاك محلي عندي سياحة عندي تجارة من خلال قانت السويس عندي النهاردة استكشافات بيتولية وغاز طبيعي بيتخلي فكل ما بيقل كل ما العجز بتاعه بيقل سنة اللي فاتت مصر وصلت بمستويات البترول لقال لـ 25 مئة مساء لقبليه دعم البترول قال لبنيلت 25% والسنة دي حيقل لأكتر وهكذا ثم في نفس التوقيت اعتمد على كذا حاجة اعتمد على صناعات مش هتتأثر قوي بعملية النخفاض الاقتصادي أو ركوب اعتمد على أسواق ليه قدرة فيها أجذب استثمارات أنا محتاجها مش متوسعة وبس في نفس الوقت كمان مقدمش دعم مجبار إلا ليه اللي فعلا محتاجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر